مشاهدين تسوء رعاية كبار السن في سوريا فالكثير منهم يلجؤون إلى الهرب رغم كبارهم وضيق حالهم منشغل أبنائهم عنهم بما يدور في بلادهم نعم هالموضوع هو محورنا الرئيسي بجولة اليوم نشوف هالتقرير ونبلش تزداد معاناة كبار السن في سوريا عن ذي قبل فمع تفاقم الأوضاع داخليا يحاول هؤلاء المسنين الذين فقدوا الرعاية إلى الهرب بما تبق له من العمر ويبقى حال كبار السن ما بين نار اللجوء وما فرقته الحرب مهمشا وغائبا عن الكثيرين فأكثر من ثلاثمائة تسعين هربوا وقطعوا مسافات طويلة داخل الأراضي السورية وصولا إلى بر الأمان عبر الحدود الأردنية معاناتهم لا تتوقف في بلدان اللجوء فهم يحتاجون إلى رعاية خاصة في ظل تقاعس للمجتمع الدولي عن مسؤوليته تجاه اللاجئين أصلا فالآمل بالحياة لم يمنعه من الاستمرار والتأقلم في الظروف الرديئة مجبرين على العيش ضمنها لبرنامج جولة الصباح نادر المنصير أوريانت نيوز مشاهدينا لنحكي أكثر هنا الموضوع معنا بالستوديو ستهايفة البشير رئيسة جمعية الأسرة البيضاء ومؤسسة دار الضيافة للمسنين أهلا وسهلا فيك ستهايفة نشكر هذه المحطة الإداءة تلفزيونية على هذه الدعوة لنتكلم عن كبار السن السادة كبار السن اللي قاموا بدورهم في الأردن عبر السنين وهلأ إلى التقاعد وإلى ضرورة مساعدتهم يتمكنوا من العيش الكريم ستهايفة المعرفة نحن اليوم عم نحكي عن المسنين السوريين اللي هجرتهم الحرب والظروف القاسية اللي عم يشوها في سوريا حبينا اليوم هيك من خلال هالعشر دقائق نسلط الضوء عليهم على معاناتهم تعرف يعني كبير السن بحاجة إلى رعاية خاصة بحاجة إلى جهد أكتر من قبل يعني ومعرف أنه أضع حياته عم يساعد الآخرين وبيربي ولاده فجأة وصل لمرحلة كمان هو بحاجة إلى رعاية الحقيقة نحن في الأردن أكثر تعاطفا مع أهلنا السوريين بكل مستوياتهم وأعمارهم لكن أكيد بالتأكيد أنه الكبار السن هم الأحوج للرعاية صحيح ونحن في الأردن يعني على مستوى الكيادة والشعب نرغب أن نستضيفهم وأن نكرمهم وأن نتمنى من الله تعالى أن يعودوا إلى وطنهم آمين وعززين أنا في جمعية الأسرة البيضاء اهتمامات السابقة والآن هي منذ 45 سنة هي في رعاية كبار السن وأسسنا لهم مؤسستين دار الضيافة للمسنين في جويدة واللي صالها 36 سنة التي افتتحت عام 79 برعاية المغفور له الملك حسين طيب الله صراع ونحن نستقبل كبار السن ونحدري الصحة المتوحدين وحدودين الإمكانيات وأقولها بصوت عالي إننا لا نغلق أبوابنا عن أي محول مسن من أي هيئة توصي بذلك سيد هايفا بتاخدوا كل الجنسيات ولا فقط مختصة جنسية معينة؟ نعم أننا لا لدينا أي تقهيد ومن سوريا ومن مصر أفراد معدودين حاليا كل اللي لدينا هم أردنيين نعم عندنا تقريبا من مئة وعشرين إلى مئة وثلاثين بتراوحوا في دار الضيافة المسنين ثلاثين هم رجال 88 من الرجال و44 من النساء ويعني نرحب بأي محول يغطى تكلفته لأنه إحنا عمل خيري تطوعي وليس لدينا أي مخصصات في الموازنة أكد إذا حول أي مسن بحاجة لرعاية إحنا نستقبل ونحدري الصحة محدودين الإمكانيات والمتوحدين وكيد نحن نلعب من خلالك نوجه دعب أن أي شخص كبير سن يتوجه لعندكم مع الجمعية نعم يرحب بني بعد أن يأتي بتقرير طبي وتقرير مدني وأنه يكون في له كفيل بتعرفي اليوم كمان هنا بحاجة لظروف معينة متوفرة أنتو الاحتياجات الأساسية لكبير السن في الدارة نستقبل ونرعى من كل أمور حياته بدءا من الملابس الغذاء العلاج حتى ترويحنه نعم فنزلاءنا يعيشوا بكرامة وبجو أسر حميمة ويرعونا الهيئة القائمة على هذه الجمعية 45 عضو من سيدات الأردن متطوعات لكن داخل الدار في عندي 70 موظف برعاية النزلاء طب ستهايفا خلينا نحكي عن أهم احتياجات كبير السن لأشو بيحتاج بيحتاج مثلا الدواء بيحتاج الاهتمام والرعاية النفسية شو هي أبرز احتياجاته خاصة ما يصل لمرحلة أنه هو بحاجة حدا يوقف جنبه يساعد ويدعمه يعني مجرد دخول النزيل احنا نحيطه بالعطف والمحبة يعني الدفئ الأسري لأنه هو محروم من هذا الدفئ نظافته الجسمية لأنه ولا نزيل عنا يتمكن أنه يكون بخدمة نفسه لو كان بيقدر يخدم نفسه ما كان إجابة صحك ما أجعل الدار صحك الاستحمام بمساعدة المشرفين والمعالجين الأكل أحياناً بيقدرش يتناول بييده لوحده حتى كل وجبة أكل تصل لسريره عندنا غرف تتسع لشخصين وحمام داخلي وقدم لهم ثلاث وجبات أثناء النهار وإن باتوين زي ما بقولوا في شاي مع بسكوتيا أو فاكهة يعني مددل المسنع عندنا طبيب مقيم على مدى الساعة دور الأربعة وعشرين ساعة ثلاث شفتات من العاملين بيتناوبوا العمل يعالج أيضاً من أطب بزائرين متخصصين نفسية وباطنية تساعدنا وزارة الصحة بذلك تساعدنا وزارة التنمية بأنه إذا كان غير مكتدر تغطي عنه جزء من الرسوم لأنه الحقيقة الرسوم صايرة أو الكلفة في تصاعد بسبب التضخم الأخير بهمنا كتير أنه هني يحضروا أنشطة ترفيهية تساعدهم على قضاء ساعات النهارة طويلة شو الأنشطة ست هيفا؟ شو نوعية الأنشطة التي تعملوها؟ حقيقة إحنا يزورنا يومياً الجامعات والمدارس وبيوت الدين بيجيبوا هدايا لهم الأطفال بيجوا بتحدثوا معهم تدخل فرحة لكلوبهم الأطفال كليات الجامعة الأردنية والكليات التمريض والطب والخدمة الاجتماعية بيجوا بتدربوا عنا بمعنى أنه حياتهم مليئة باللقاءات بالمجتمع ويشعروا بالسعادة فعلاً عنا صحيح أنه يفتقدوا أهلهم لكن نحاول أن نملأ هذا الفراغ بكل ما أوتينا من أنشطة بالفعل نداء النشاطات وخاصة النفسية كبار السن كتير مهمة وكمان دور الإعلام بتسليط الضوء على هذه التجارب كتير مهم لكن إذا بدنا أنك تركز على نقطة قديش العمر اللي عم تأخذوا أنتو كبار السن اللي يخلينا نحسبه يعني بين قديش وقديش هم فوق الخمسة وستين تقريباً كانت عندنا نزيلنا اسمها الحجة مريم وصلت مئة وأربعة سنوات ما شاء الله يا قدي عندنا نجلاء عم تدللوا نمنيه بيطول لهم الحقيقة تحسنة الظروف الصحية صار مستوى العمر أعلى وعلشان هيك صارت رعاية المسنين ضرورة لإعداد إلها بشكل كبير لأن القادم أعدادهم أكبر وعمرهم مرتفع بحاجة اعتماق طب ستهايفة ذكرت النقطة أنه لازم حدا يكفلهم أو تكون في جمعيات معينة أو مؤسسات معينة هي تدعم كبير السن مين اللي بدعمه مثلا ابنه عائلته مين الشخص اللي بيكون مسؤول عليه إحنا الحقيقة مجتمعنا الأردني مزاكاتف ويفضل أن يبقى كبيره ضمن الأسرة مع الأبناء والأحفاد يعني أنا صلي من السنة التسعة وسبعين أستقبل في هذه الدار كبار السن ما صدفت من يأتي ليرمي أبوه زي ما بقوله أو أمه للخلاص منه يعني قصص نادرة لأنه يخجلوا من وضع كبيرهم في مؤسسة رعاية بيعتبروها وصمة إلا في الحاجة القصوى حاليا تغير في نمط الأسرة معادش ممتدة يعيش أكثر من شخص في مظلة سكف واحد كانوا يتعاونوا إذا مرضى الكبير حاليا الأسرة الصغيرة المرأة عاملة والرجل عامل والأطفال في المدارس إنشغالات الحياة ممكن أن يقبل كبير نهار كامل ما يكونش حوالي ناس فإذا كانوا بحاجة لرعاية مكثفة بيجيبوا إذا كانوا قدرتهم المالية ضعيفة لكن إذا كانوا يستطيعوا أن يوفروا الممرض والمراقب داخل الدار ما يجيبوا إحنا حاليا نستقبل نسميهم الأقل حظا اللي قدرتهم المالية محدودة وكلفة رعاية كبير السن كثير عالية يعني فاتورة الدوة عندنا ما بتنحسبش من كبرة والجهاز اللي برعاهم زي ما قلت فيه عندي سبعين موظف بمعنى أنه وبيتهم خدمة مكثفة أكثر من الطفل الصغير صحيح ما هو حكينا عن البطل فعلشاني إحنا الصحيح ما نقدم هذه وفخورين بها وندعو أين عنصر في هذا البلد بحب يزورنا الأبواب مفتوحة لزيارتنا في دار الضيافة للمسنين وفي منتدى الروادي الكبار منتدى الروادي الكبار هو عبارة عن نادي نهاري للي بس بعيش ملل بعيش إحباط النبطل يشتغل متقاعد هناك هذا نادي يوفر الرعاية أما دار الضيافة للمسنين هي اللي بده مساعدة ولا يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه حكيتي عن نقطة كتير مهمة هي أنه حالة الملل والبيعود كتير في أشخاص بيحبوا يشتغلوا بيحبوا يعملوا شيء هدول الأشخاص شو بتأمنون لحتى بما يخص دار المسنين أضعف من أنهم يخدوا ما بيقدروا عندي ثلاث حالات جيدة واحد كان يساعد بالكوي وندفع له وواحدة ترعى الحديقة يعني كل الأزهر اللي حول الدار إحنا دارنا في خرش وحولها حديقة 27 دنم تهتم كتير بالزراعة بمعنى أنه عدد اللي يستطيعوا أن يؤدوا أكيد قليل الباقي عكرسي عجل أو مرمي بالسرير بحاجة لتغيير مثل الأطفال وكلهم بدون مساعدة في التحميم كلهم بدون مساعدة في كل حركاتهم اليومية نعم استهفى خلينا نحكي عن نقطة كتير أساسية ذكرت أنه في أشخاص بيكون عندهم كبير السن داخل المنزل نتيجة أنه مثلا فيه اهتمام الأبضع المادي جيدة على فكرة هذا بالعالم العربي دارج أنه ما بيحطوا قليل لحتي تلاقي حالات نادرة أنه يحطوا أبوهم فيه دار عجل صح نحن سمعنا كتير أساس بالإعلام ولكن زي ما ذكرتي قليلة ببالغوا ببالغوا أنه الأبناء يتنكروا لأباؤهم مجتمعنا الأردني أرقى من ذلك معظم المجتمعات العربية سحرية أرقى من ذلك خلينا نحكي عن كيف كبار السن ممكن يهتم فيهم أبنائهم كيف يهتموا فيهم كيف يدللوهم كيف يعطوهم الاهتمام الكافي خاصة أنه بده اهتمام رعاية خاصة أنه بده اهتمام رعاية لكن فعلا هو يشعر بالإحباط من الساعات الطويلة اللي هو لوحده وإحنا انتبهنا يعني أنا أسست الجمعية الأسرة الوضاء قبل 45 سنة ماشاء الله كنت تحت الدار قبل 36 سنة يعني حملتنا 9 سنين إعداد وقعدناها خصيصا لاستقبال كيف رسون فمعناها هي مهيئة نعم لكن على مدى 36 سنة كل خدمتنا لهؤلاء الناس وهن الحقيقة أعدادهم ليست كبيرة في الأردن ليست ظاهرة يعني عبر 36 سنة بقولوا أنه ما فيش أكتر من 400 شخص في مؤسسات إحنا عندنا لحالنا 130 لكن كنت ألمس أنه كل كبير في بيته هو محبط فأقمنا منتدى الرواد الكبار اللي فتحه 2010 هذا المنتدى فيه أماكن للترفيه فيه مكتبة عيادة قاعة متعددة الأغراض حديقة أنشطة على مدى السنة يعني كل سنة عندي قريب 300 نشاط لنملأ فيه حياة كبار السن بكل ما هو ممتع ومفيد وجبات أحيانا حفلات عشاء حفلات إفطار رحلات السنة راح معاي بوفد للعمرة على شرم الشيخ نروحنا على العقبة بكون معكم أشخاص بيساعدوكم ست هيفا مثلا ممرضين أطباء بكون معكم حدا؟ نحن ما بيجي معنا إلا المقتدر اللي بانتدى الرواد منتدى الرواد هو يأتي من بيته بيشتراك السنوي وبصير على قائمة اللي يدعو ندعوهم هنه أحفاظهم وجيرانهم مفتوحة للجميع حتى يصير تمازج ونهيئ لهم أنشطة ثقافية أصبح منتدى الرواد الكبار من المنتديات الثقافية المعترفة فيها في البلد محاضرات شعير موسيقى على جزء آخر غير دار رعاية هذا غير دار رعاية هذا اللي بيجي بيزورونا بيقضوا ساعات وبرجعوا بيزيوتهم وبين أبداعهم التكلفة بتكون عالية يعني ساعرة عالية ولا بتكون شي بسيط إحنا خلقنا للخدمة نعم وليس للربح بمعنى حل الشعار إذا بدفعوا اشتراك سنوي لكن كل شيء بيتناولوا هو أفعل الكلفة يعني إذا وجبة فطار أو وجبة غداء الربح مش موجود عنا وإذا فيه دعم من أي هيئة بعود لخدمة دار الضيافة كلفتها عالية جدا كلفنا نصف مليون بالسنة للتشغيل ستهايفا نحن بنهاية هالفقرة حبينا نسلط الضوء على كبار السن ورعايتهم وضرورة المتابعة معهم واللي أيضا اللي بيحب يرعى طبعا الكبير العيلة بعيلته هذا شيء كتير مهم بشرط أنه ما يحسسوا بساعات الملل والساعات الطويلة إلا إله أشياء يمكن تدعموا وتساعدوا وخاصة يعني بوجه أنا هيك يعني إن شاء الله دعوة لكل السوريين اللي عندهم كبار سن واليوم الظروف خلتهم يبتعدوا شوي عن رعاية آباءهم أو أماتهم يريد تيك يهتموا أكتر واللي ما بيقدر طبعا يلجأ لأي جمعية يمكن تساعده هيفا البشير رئيس الجمعية الأسرة الساعة للستقبال مجموعة كمان هي دعوة لأنهم أهلنا وريبنا وهي دعوة كمان من خلالك كمان لأي سوري بيحب يروح على دار الرعاية فهي مفتوحة لأي سوري كبير سن لا يغلق لا يغلق الرب أبدا أكيد شكرا شكرا وإلى مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لنكمل جولتنا الصباح هيا خليكم معنا